موسيقى 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 معيشية متكاملة لوحدات كاملة التشطيب الخطوة التانية ان تم تنفيذ 834 حظيرة علشان يبقى معانا كمان نشاط عملي ليتناسب مع طبيعة عملهم التي كانوا يعملون بها الاهم من ده كله الخدمات اللي تم تنفيذها واللي شملت سوق تجاري وحضانة ومدرسة تعليم اساسي بالاضافة لمركز طبي على احدث مستوى للكده نحن نكون وفينا بالكامل كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن المقيم في هذه المنطقة ولم نكتفي بهذا فقط بل كالعادة كمان حاولنا نأمن المنطقة بقدر المستطاع من خلال تنفيذ شبك الطرق الرئيسية كبيرة يتم ربطها بمحورين المحور الاولاني الطريق الديري للمدينة المحور الثاني منطقة ال-290 فدان اسكان اجتماعي علشان يوفر عندي مخرجين لتوفير كافة سبل الامان للمنطقة تم إقامة هذه الشبكة من الطرق الرئيسية على عدد اثنين من الأعمال الصناعية اللي تم مراعاة تصميمهم من خلال معهد بحوث الموالد المائية والري وجامعة القاهرة وإشراف جامعة الاستشاري جامعة الفيوم بيئة عمل كاملة اشتغلت لتنفيذ التوجهات الرئيسية في البرنامج الزمني المحدد تنفيذياً لتنفيذ هذه الأعمال احنا تقريباً نفذنا 90% من المشروع احنا نفذنا 100% من المشروع للوحدات السكنية وجاهزين للتسليم أما الخدمات فهي اللي يعتبر 90% لأن أنا عندي المدرسة في طي الإنشاء أما المركز الطبي في خلال فترة وجيزة هيكون تم الانتهاء منه وتم الانتهاء فعلياً من الحضانة ومن السوء التجاري امتى هيتم تسليم المشروع الوحدات للناس؟ الوحدات جاهزة بالفعل للتسليم وتم مخاطبة وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية لمخاطبة الجهات المعنية في الدولة نلبدأ في إجراءات التسليم احنا جاهزين في أي وقت تبتدي في الجهات المعنية في الدولة في مبادرة التسليم تمام طيب خليني بقى أعرف مع حضرتك تفاصيل الوحدة الوحدة مكونة من قدقي ومسحيتها قدقي الوحدة 90 متر كاملة التشطيب كل واحد صح كده؟ كله 90 متر تماما على مساحة 90 متر كاملة التشطيب عبارة عن ثلاث قوض وصالة ومطبخ وحمام يعني حاجة فعلا تمثل حياة كريمة لمواطن مصر سويقين في هذه المنطقة تختلف تماما عن ما سبق هل المواطن اللي طبعا اتأثر بسيول وبيته باز ولما بيشوف البيت ده النهاردة بيكون رد فعله ايه؟ هادر اقول لك ان المواطنين اللي تضرروا فعلا من الأحداث دي طبعا ديان الدولة رعيتهم تماما في خلال الفترة السابقة من خلال التنسيق بين وزارة التضامن ومحافظة القاهرة وتم توفير صرف معاش لهم حين الانتهاء من هذه الوحدات عايز اقولك ان المواطنين كان اقبالهم غير معهود والفرحة كانت شديدة جدا وكانوا على متابعة دورية بعمل التنفيذ ويمكن فور الانتهاء من هذه الوحدات كان فيه زيارة للمواطنين كبيرة جدا ابدوا سعادتهم وفرحتهم هنا في حضور مجموعة واخباك من القيادات التنفيذية للدولة اقدر اقولك اني يعني اعتقد فرحتهم بان معالي السيد رئيس الجمهورية حطوهم على الاولوية الاولى للدولة في توفير سكن بديل اكيد كان ليه مردود جميل جدا يعني لا يوصف اكيد طبعا طيب لو اتكلمنا عن المشروع هل ليه مراحل اخرى؟ المشروع حاليا يعتبر اكتمل بالنسبة للمنطقة الخاصة بظهور مايو لان المرحلة الاولى اللي هي الطلبة منينا هي توفير الوحدات بالعائد اللي تم تحديده عدد المواطنين اللي تضروا صح كده؟ اه بل بالعقس بالزيادة عن العدد ده تمام يعني احنا دايما وابدا كما عهدنا من الدولة ان دايما يكون عندي وفر زيادة في عائد الوحدات اه ليس فقط للمتضررين ولكن اه لسبق يعني لترتيب الاحداث حتى مسبقا اه لاني اعتقد اني توجهات الدولة اه دايما حريصة على السبق في ان يكون في عدد زيادة كمان في عائد الوحدات يعني هيكون برضو حريك ما جاوبتناش هيكون في مراحل اخرى ولا هنكتفي بالمرحلة دي فقط بالنسبة البديل العشوائيات دي المرحلة المطلوبة منينا فقط ما تمش طلب مراحل اخرى اه بس ان شاء الله احنا الطلب منينا يعني كمدينة خمستاشر مايو اه مراحل اخرى في المبادرة الرئاسية واخباك اللي اوجهها السيدة الرئيسة الجمهورية لتنفيذ عائد متين وخمسين الفحدة سكنية اه ودي هيتم توضيحها لحضرتك واخباك في المرحلة القادمة في المرحلة الجاية من المرور اه انما بالنسبة البديل المتضررين او السكن البديل العشويات دي المرحلة المطلوبة حاليا امتى الناس هتبدأ الحرف بتاعتها هنا في المدينة بعد السكن بعد التسليم مباشرة واخباك من حق كل المواطنين ان هو يعني زي ما قولها يسكن ويباشر عمل طبعا صحيح اه بشمانس انا بشكرك جدا وان شاء الله نيجي نزور المكان تاني معاك لما اه يسكن ونشوف ردود فعل كمان المواطنين اللي هيكونوا موجودين هنا تشرفون فايوة بشكرك جدا شكرا فايوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة